في الذكرى الأولى للتوقيع على الوثيقة الدسورية شهدت شوارع الخرطوم انطلاق مواكب حملت اسم مواكب جرد الحساب المظاهرة دعت لها تنسيقيات من لجان المقاومة بولاية الخرطوم وأكرت أنها مستمرة إلى حل تنفيذ كافة استحقاقات الثورة المواكب اتجهت نحو مقر مجلس الوزراء رافعة شعارات داعية لتصحيح مسار الثورة وتدعو حكومة قاح لتنفيذ إصلاحات عاجلة وقبيل انطلاق المظاهرات أصدرت التنسيقية بيانا حذرت فيه حكومة قاحت من استخدام العون في التعامل مع المتظاهرين مهددة بإغلاق تام للولاية حال تعرض القوات النظامية لمواكب الثوار سلطة ولاية الخرطوم ردت على دعوات التظاهر مؤكدة أنها بصدد توفير الحماية الكاملة للمواكب وأنها راعت مصالح المواطنين ولن تقوم بإغلاق الطرق والكباري وبخلاف انتشار الجيش منذ صباح اليوم حول القيادة العامة لمنع المتظاهرين من الوصول إليها تمكن المتظاهرون من التجمع أمام مجلس الوزراء بسلاسة واستمر هتافهم الذي لم يسلم منه الجيش بالتعريض بمحاكمة قادته ساعة مرت ودون معرفة الأسباب شرعت الشرطة في تفريق المتظاهرين بالغاز المسير للدموع كما سمع دوئي للرصاص في محيط التظاهرات في المقابل صعد المتظاهرون من احتجاجاتهم وأغلقوا بعض الطرق في الصحافة وبر المعرض وقاموا بإشعال الإطارات مراقبون ومنظمات حقوقية أشارت إلى أن الحكومة الحالية تستخدم العنف كألية للتعامل مع أي طيف من أطياف الشعب حتى لو كان من حاضنة قحت التي أوصلت الحكومة إلى سدة الحكم واستنكر الحقوقيون ممارسة قحت للقمع والتنكيل بحق أي صوت معارض وكأن النظام الحالي يسير على ذات الخطى التي سرى عليها نظام من سبقه وفي الذكرى السنوية الأولى للتوقيع على الوثيقة الدسورية يبدو أن حكومة قحت ستتبع نهج الرصاص والمسيل للدموع في التعامل مع أي صوت ينتقدها حتى لو كان صوت ولدها